موسيقى وضعك في السورة غايتنا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد والله لم يضحك هذا الشيء الذي نرى في الإعلام في ألمانيا أحدهم بين الرجولة غير خير والإحسان يأتينا درس في الرجولة ويأتينا درس في الأخلاق وفي القيم المعروفة علينا منذ سنوات أحيانا الله تشفنا الرعاوين أو يعطينا الدروس هذه ألمانيا التي نرى مؤخرا الأضحوك الذي يضحك عليها العالم كامل من يسدوا فهمهم وخلوه شيء أخرى محلولة أحدهم يتشاقدون في اللعب المغاربة مجرد أنهم تصوروا دائرين بحلقة قلق يدعموا داعش ويدعموا هذه ولماذا هذا العالم الفلسطيني وعندهم الوحدة العربية مزيفة وعندهم 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 وهذا شيء بتحديد جامل الإعلام في ألمانيا لأننا كيفما قلنا بينهم وبين الرجولة غير خير والإحسان فعلى مدار السنوات كمتجبعين لكرة القدم دائما نرى اللاعبين كي ماركيو كيديروها أبرزهم رونالدو الفينومينو دائما كانت الفرحة دياله هي هكا شيء طبيعي كل واحده كيفاش يعتبرها كل واحده كيفاش عنده فاللاعبين المغاربة بشكل عفوي عادي ثلاثة اللاعبين محشافلين دائرنا دخلوها لداعيش ودخلوها لكادا ومعرف ما المغاربة خرجونهم من الجنب في كرة القدم هم يدورون الأمور السياسية حيث هم دخلوا الأمور هم ديال الرياضة يدخلون تحنة من السياسة الرياضة وبالاوما نهضروا على أن الإعلام الألماني إعلام أجور معروف يخدم الأجنيدة جهات أخرى شأن الإعلام الألماني الذي محرك من المغرب هو شأن الكابرانات في الفرنسا كان يقولون الكابرانات في الفرنسا الذين يريدون أن تنزيفوا الحقيقة المدير العام للتليفيزيو الحكومي الذي تمت الإعقالة بمجرد أنه نشر نتيجة من المنتخب المغربي قال لك أن الجزائر يضحك عليهم ودعوا أخبار في القناة التي كانت كاذبة وشهور حتى نشرنا هذه الأخبار الذي كان حرق 20 سنة وضحك عليهم وضوخ الكابرانات ووزارة وضوخ الإعلام قال لك أن تتزدب أشهر وما عاد تمت الإيقالة أشهر وقاعد الإشكال وما عاد نشر الخبار وقال لك أن تمت الإيقالة فنقول للإعلام والكابرانات المغرب لا سنخصوا معه بجد الله سنكونوا أحسن منكم وما سنقطروا على المستوى اللاعبين المغربة وغادي نجيبوها من فهم السبع إن شاء الله أمام فرنسا فنخليكم مع التقرير نتمنى أنكم تفعلوا معي بشكل كبير لا تنسوا لايك دعونا الرأي دي يكون في التعليقات واللي ما زال ما مشتركش معنا يشتركوا في على الجرس باش يوصلوا الجديد دينا دائما لم يكن يعلموا هؤلاء اللاعبون المغاربة الثلاثة زكريا بوخلال وعبد الحميد صبيري وإلياس شاعر أن أخذهم صورة في غرفة تبديل الملابس بقطر ورفعهم لإشارة السبابة سيؤدي إلى وصفها كإشارة للمتطرفين والدواعش من قبل البعض فقد انتقدت قناة ديفيلت الألمانية المعروفة في تقرير قصير لها ما سمته بالفضيحة بسبب رفع اللاعبين السبابة وذكرت أن مقاتلي داعش كانوا يقومون بهذه الحركة بعد كل اشتياح وتساءلت القناة فيما لو كان اللاعبون يدركون وقع ذلك على الرغم من أنها أوردت في تقريرها أنها كانت تمثل إشارة التوحيد في الإسلام وكان أيضا حساب لعضو في حزب الخضر باسم غروني غريتي قد نشر تلك الصورة مع هذا التعليق تحية داعش في غرفة الملابس متسائلا هل ينبغي لأوروبا أن تلقي نظرة فاحصة على الاحتفال المدمر للشباب المغربي بعد انتصارات فريقهم؟ طبعا الكلمات التي وصفت بالمسيئة لللاعبين المغاربة على القناة ومن الناشط الألماني تسببت بموجة من التعليقات التي قارن فيها البعض بين تلك الصورة وصور لاعبين عالميين رفعوا السباب أيضا فهنا أول تعليق من سليمان عبدالله يقول وصلت شطحات الصحفيين والصحفيات الألمان في اليومين الماضيين عن منتخب المغرب مستوى لم أكن أتخيل أن يصلوه أما حساب باسمي نورماغو غريغور فيقول سولي المشجع القديم لداعش وأدرج صورة للاعب المنتخب الألماني نيكلس سولي وهو يرفع السبابة كما ترون والتي تعني أيضا ربما أنه الأول أو سيكون الأول وأيضا حساب كيجا كوردان يقول الفائز رقم واحد وأدرجت أو أدرجة صورة لرونالدو وهو يرفع أيضا السبابة كما ترون ويبدو أنه يقصد القول أن رونالدو يشر إلى الرقم واحد أو الأول أو المرتبة الأولى للفوز أو شيء آخر ربما من جانب آخر أيضا كان هناك هجوم من بعض وسائل الإعلام الغربية انتقدت صحيفة تاز الألمانية في تقرير لها رفع العلم الفلسطيني وقالت إن إضافة لمسة معادات السامية للفرح تعقد الأمور أكثر وأضافت أن احتفالات اللاعبين كانت طفولية وأنهم حاولوا تصدر صورة مزيفة عن الوحدة العربية طبعا علق الناس أيضا على مسألة الأعلام وهذه أحد التغريدات من أبو محمد الذي يقول هذه هي وحدة الشعوب العربية جميعا وليست وحدة الحكومات المزيفة إقالة مدير التلفزيون الجزائري هي إحدى أكثر الأخبار تفاعلا في الأربع وعشرين ساعة الماضية فالإقالة حسب تقارير صحفية كثيرة جاءت بسبب إذاعته لخبر فوز المغرب على البرتغال على التلفزيون الجزائري الخبر طبعا صحيح ومعلن لكن في جزئه الأخير ما زال يشبه الغموض طبعا الضجة حول التلفزيون الجزائري وطريقة تعاطيه مع أخبار فوز المنتخب المغربي كانت مادة دسمة للتعليق والتداول ومنذ أيام خصوصا عندما تجاهل في بعض أخباره ذكر المغرب وانتصاراته فأثار موجة سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقلت إلى الصحافة هنا مثلا فوز المغرب على بلجيكا ويأخذ بعين الاعتبار في هذا الرسم البياني أو الجرافيكس مرت أيام فقط على هذه الصورة حتى جاء خبر إقالة مدير التلفزيون الجزائري أمس الأثنين من وكالة الأنباء الجزائرية والذي يقول باشر وزير الاتصال السيد محمد بو سليماني بتنصيب السيد نذير بو قابس مديرا عاما لمؤسسة التلفزيون العمومي بدلا من السيد شعبان لوناكيل شغل السيد نذير بو قابس منصب مدير الأخبار في مؤسسة التلفزيون العمومي في الحقيقة الخبر لم يتطرق إلى الأسباب التي دعت إلى إقالة مدير التلفزيون الجزائري كما رأيتم لكن مواقع إلكترونية وحسابات مغربية ومؤثرين كثر أعادوا نشر الخبر مرجعين السبب إلى أن المدير السابق سمح بإذاعة خبر فوز المغرب على البرتغال اتكاس العالم في فا قطر في يومها الثاني حيث يتفوق في هذه الأثناء المنتخب الفرنسي أماما نظيره الإنجليزي بهدف نظيف وهي آخر انظرات في هذا الدور من أجل اتكاك البطاقة الرابعة للدور النصف النهائي فيما تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ذاته بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف تنع طبعا الآلاف من المغردين ورواد مواقع التواصل من البلدين وجدوا في الخبر مادة للتعليق زين العابدين الوالي يقول إقالة مدير التلفزيون الجزائري من منصبه بعد بث القناة لخبر تأهل أسود الأطلس لا أجد كلمة لوصف الخبر لكم التعليق فلا يمكن للحقد أن يصل إلى هذا الحد بحسب ما يقول زين العابدين أما محمد جمعة فيقول مؤسف ومؤلم أن يكون هكذا موقف حكومة تحمل راية القومية العربية ألم يصل نبأ أفراح الشعب الجزائري بفوز المغرب إلى دوائر السلطة في الجزائر؟ وريم تعلق أيضا وتقول إذا كان أو هذه ليست تغريدة ريم هذه ريم تقول رسميا إنهاء مهامي مدير عام التلفزيون العمومي تكلمت عن ضرورة تطهير التلفزيون العمومي ووكالة الأنباء أتمنى أن تكون إقالة المدير نقطة بداية نحو تأسيس إعلام احترافي يوازي احترافية الدبلوماسية الخارجية طيب ماذا تقول دعاء؟ تقول في تغريدتها إذا كان الخبر صحيحا فهذا أمر طبيعي لأن الحكومة الجزائرية قطعت علاقاتها مع المخزن أي الحكومة المغربية وبطبيعة الحال يجب قطع كل شيء حتى التكلم عنهم في التلفزيون العمومي أما القنوات الخاصة فكلها تناقلت خبر فوزي المنتخب المغربي انظروا للجانب الإيجابي فهو الأهم وأخيرا سميرة حيوف تقول الخبر صحيح مئة في المئة كل القنوات أذاعت الخبر حتى العربية والجزيرة بالفعل كما قالت سميرة الخبر صحيح مئة في المئة لكن في جزئه الأول أي خبر الإقالة أما أسباب الإقالة فلم يذكر بيان التلفزيون ولا وزارة الاتصالات الجزائرية أي تفاصيل حولها كما أن الخبر كان حول حفل تنصيب الوزير للمدير الجديد ما يعني حسب مصادر صحفية جزائرية أن الإقالة وقعت سابقا وليس الآن في الصورة المدير المقال شعبان لونكل والمدير الجديد نذير بو قابس يتوسطهما الوزير محمد بن سليماني الإقالة وحسب مصادر عديدة من بينها مؤثرون وصحفيون قد تكون مرتبطة بهذا الشخص يعقوب بالحاسني أو الحساني جزائري بالحاسني بالأحرى هو جزائري في العشرينيات من عمره قدم نفسه بصفة دبلوماسي رفيع المستوى وقام بمداخلات في وسائل الإعلام الجزائرية والدولية وأدت شكاوى متكررة من بعثة الجزائر في الأمم المتحدة لإطلاق تحقيقات حوله بتهمة النصب وانتحال الشخصية بالحاسني وفي آخر ظهور له ورط التلفزيون الجزائري في بداية نوفمبر تشرين الثاني بخبر مزيف وقتها اتصل بمدير التلفزيون وادعى أنه مسؤول الاتصال في وزارة الدفاع وطلب من المدير بث خبر إلقاء القبض على يعقوب الحاسني أي أنه هو نفسه مقبوض عليه وسيتم تسليمه من قبرص والتلفزيون الجزائري فعلا أذاعى الخبر المزيف إذن وكما أسلفنا الذكر وفي عملية أمنية مشتركة بين الجزائر وقبرص تمكنت اليوم السلطات الأمنية القبرصية بالتعاون مع نظرتها الجزائرية من إلقاء القبض على المدعوب الحسني يعقوب البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة المتهمي بالنصب والاحتيال بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية حيث سيتم نقله من قبرص إلى الجزائر في طائرة خاصة تحت حراسة مشددة تبين أنه لا قبضة على بالحسني ولا هناك حراسة مشددة ولا طائرة خاصة وأن بالحسني بقي يحتال ليس فقط على مدير التلفزيون بل اتصل في ذات الوقت بوزير الاتصال ووبخه عن إذاعة خبر المزيف حول إلقاء القبض على يعقوب في قبرص في التلفزيون وفي وكالة الأنباء الجزائرية وطلب منه حذف الخبر هذه صفحته على فيسبوك وما يزال حسابه مفعل حتى الآن بالحسني هو نفسه من سجل مكالماته مع المسؤولين ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أيضا مداخلاته مع وسائل إعلام دولية الأمن الجزائري أنهى تحقيقاته حوله وحدد هويته لكن لا يعرف أين يقيم بينما تم تداول خبر إقالة مدير التلفزيون منذ ما لا يقل عن ستة أسابيع أي قبل المونديال بسبب ما سمي بفضيحة بالحسني أي قبل فوز المغرب على البرتغال كان دول فيديو ديالي وما خلوا لي الرأي ديالكم فتعليك أنا مش بخلوش عليها بالرأي ديالكم ناسي ما زال ما مشتركش معنا يشتركوا الفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دايما شكرا لأي واحد كدام وحدة ودينا وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد ودايما مغرب شكرا للمشاهدة